تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعا بتنظيم حملة لغاثة الشعب الفلسطيني في غزة لمساعدتهم في محنتهم والتخفيف من المصاب الأليم الذي يمرون به يدشن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب حملة وطنية تنظمها اللجنة البحرينية الوطنية لمناصرة الشعب الفلسطيني في غزة بالتعاون مع تلفزيون البحرين يوم الجمعة المقبل وتجاوبا مع التوجيهات الملكية السامية افتتح سمو الشيخ ناصر بن حمد هذه الحملة البحرينية الوطنية لإغاثة أهالينا في غزة بتبرع من سموه بمبلغ مئة ألف دينار بحريني ليكون سموه أولى المساهمين في الحملة الوطنية وأوضح الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية رئيس اللجنة البحرينية الوطنية لمناصرة الشعب الفلسطيني في غزة بأن الحملة تنطلق يوم الجمعة المقبل وسيتم خلالها فتح المجال للجميع للتبرع والبساهمة في دعم الأشقاء الفلسطينيين مؤكدا بأن هذه الحملة تعكس موقف مملكة البحرين الثابت قيادة وحكومة وشعبا تجاه القضية الفلسطينية العادلة وحرص جلالة الملك المعظم على تقديم العون والمساعدة للجميع انطلاقا من الروابط الإنسانية التي تجمع مختلف شعوب العالم وتأكيدا على العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين ودولة فلسطين داعيا الجميع من المؤسسات والشركات والأفراد المواطنين والمقيمين إلى المساهمة في هذا العمل الإنساني النبيل وإغاثة الأشقاء المنكوبين في محنتهم وأكد الدكتور مصطفى السيد أنه تم الاتصال بالأونروا لمعرفة احتياجات غزة للتحضير لتقديم المساعدات كما تم التنسيق مع جميع الجهات الرسمية يأتي دور المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في إغاثة شعوب الدول المحتاجة ودائما تقدم المساعدات الإنسانية في الحروب والمحن والكوارث الطبيعية فتوجيه جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في العمل الإنساني والإغاثي يحظى بامتنان وتقدير من الدول الشقيقة والصديقة وخصوصا فيما يخص القضية الفلسطينية فعلى مر عقود يأتي موقف مملكة البحرين الثابت في القضية الفلسطينية لتحقيق السلم والاستقرار مملكة البحرين التي تؤمن بالسلام وتدعم كافة الجهود من أجل الإنسانية واستقرار الدول فإنها تؤكد دائما أن القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى وستبقى الأولوية الكبرى في ظل مساعي جلالة الملك المعظم الخير في دعم السلام وتقديم المساعدات العاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين وذلك في إطار مواقف مملكة البحرين ونهجها تجاه دعم الأشقاء في مختلف الظروف ومد يد العون لهم الذي يعد من ثوابت مملكة البحرين وتأتي إغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في إطار حرص المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بتوجيهات من جلالة الملك المعظم لتشمل تقديم المساعدات لإغاثة الشعب الفلسطيني ففي عام 2009 تم إرسال حمولة قدرها 180 طن وإرسال بعثات طبية وعلاجية وتخصيص حلقات مباشرة على التلفزيون البحرين لجمع التبرعات وتنفيذ مشاريع إنمائية واجتماعية مثل بناء مدرسة تل الهوى عام 2012 ومركز للتقنيات لمساعدة طلبة المكفوفين في جامعة غزة الإسلامية ومكتبة الأطفال في مدرسة الفاخورة ومكتبة البحرين العامة في البلدة القديمة بالقدس الشريف بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة القدس وتوسعة مدرسة جباليا وبناء مركز صحي متكامل في خان يونس بالتعاون مع وكالة الأونروا الذي يخدم أكثر من 230 ألف نسمة وتمويل مشاريع لجمعية الصم والبكم بدير البلح وتتشين مصنع الأطراف الصناعية في قطاع غزة وغيرها وعلى ضوء الأحداث الأخيرة أصدر جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه توجيهاته السامية بتقليم مساعدات عجلة إلى الاشقاء الفلسطينيين وذلك في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الأشقاء الفلسطينيون لتعكس بذلك موقف مملكة البحرين الثابت قيادة وحكومة وشعبا تجاه القضية الفلسطينية العادلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر